عنا كيف المباراة دي يا أستاذ جيمي تبدأ بيه قبل ما اتكلم على المباراة ممكن النهاردة كان اخر مباراة دور المجموعات خلاص تحددت التمن فرق اللي هتصعد وتحدد مين ممكن يلاعب النادي الاهلي سواء الترجي التونسي او نادي سيمبا او مازينبي هو واحد من التواني وطبعا الرابع معهم ينجي أفريكان زي لاو في مجموعة النادي الاهلي فأكيد مش يواجه النادي الاهلي في الدور اللي جاي طيب رقميا علشان بشوف شوية التحفظ على اداء النادي الاهلي في دور المجموعات رغم الاهلي تصدر المجموعة جيلك في حتة التصدر دي عشان بقى فيها تفاقد وتشاؤم للأسف بمعلومة غلط للأسف بمعلومة غلط فخلينا نروح الاول للارقام لكل الفرق اللي صعدت مين احسن فرق رقميا في شوية حاجات كده بعد ما خلص الدور بالكامل بكل الفرق اللي صعدت الاهلي سانداونز بيتراتليتكو أسك كمتصدرين ويانجي أفريكانز يعرضها الشباب الارقام البلع لا جميل يانجي أفريكانز وسيمبا والتراجيو مازينبي الفرق اللي طلعت التواني تعال نشوف مين اكتر فريق صرع فرص الناس بتكلم على الكرة الجميلة بتاعت سانداونز وغيره تعال نشوف الاكثر في صناعة الفرص المحققة هو النادي الاهلي بستتاشر فرصة يالي سيمبا بطوانتاشر فرصة يالي سيمبا بستاشر بيراميز الستاشر أسك 13-11 فرصة بالتساوى مع يانجي أفريكانز لسانداونز الناس بتكلم على صناعة الفرص والكرة الجميلة بتاعت سانداونز اللي بعده لما تيجي تتكلم كمان على المسبق الارقام اللي فايت دي كان فيه رقم لازم نقف عنده شوية هروح لك لي بتاع بيراميز هروح لك حضر اكتر فريق لمس الكرة داخل منطقة الجزاء الخصم انا بتكلم هنا على دوميناشن على سيطرة على مجراءات الامور بتكلم على الاهلي 155 لمسة اللي بعده اللي بعده اكتر فريق قدر انه في الصراعات الصناعية في التلت الدفاعي لملعب المنافس قدر ياخد الكرة بمعدل اربعة ونص في المباراة الواحدة للنادي الاهلي يليه اربعة واربعة من عشرة والرقم ده وقفنا عند حاجة مهمة جدا الضغط العكسي الممتاز اللي بيعمله النادي الاهلي حتى ومشوا افضل حالاته انه بيقدر يستعيد الكرة تاني في الصراعات الصناعية في التلت الاخير من ملعبه الاول ليه ملعب المنافس في المركز ال 11 كان سانداونز مقدرش ياخد الكرة في التلت الدفاعي بتاع الخصم غير بمعدل 3 مرات بالتساوي مع يانجا افريكنز اخر مجموعة من الارقام معنا هي بالطبع الاكثر اضاعة للفرص المحققة هو الاهلي ب14 بالتساوي مع بيراميدز وفي المركز كده بيراميدز واضحت الاحصائيات واضحت ارقام بيراميدز ارقام بيراميدز كده واضحت تماما الاكثر صناعة في الفرص بيراميدز في المركز التالت كل الفرق دي صعدت لدور الثمانات وفي كل الارقام كل الفرق صعدت الا بيراميدز واحد مفيش شخصية اتنين في مشكلة مش بس فنية انا غيرت مدربية وعندي واحد من افضل القوائم كاسكواد في افريقيا مش في الدوري وعندي عناصر خبر وعندي عناصر صغيرة طب ايه المشكلة ايوه مشكلة ادارية بحتة دوافع وتجديد الدوافع هي مشكلة مدير فني بالمشاركة مع الادارة والدوافع دي بتتجدد مش بس ماليا تتجدد بان انا دايما بحط له محافز بعمل اللايحة بتاعتي بشكل يخلي اللعبة دايما تحت ضغط طالما انا ما عنديش جمهور مع الضغط ده بيجي من الجمهور رقم واحد رقم اتنين من اللايحة المالية طيب انا